موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن اعتبر وزير دولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن عدام الثقة مع الدوحة وراء تفاقم الأزمة الحالية بين سعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهات أخرى وقال قرقاش في تصريحات أدل بها في لندن إن لدى قطر احتياطيا نقديا يصل إلى 300 مليار دولار لكنه يستخدم في دعم الجماعات الإرهابية وأضاف أن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية في سوريا أضعف المعارضة المعتدلة مشيرا إلى تورط الدوحة بدعم إرهابيين في سوريا وليبيا قتل مسلحان من تنظيم داعش في هجوم شنته القوات العراقية بعد منتصف الليلة الماضية على مسلحي تنظيم الذين يحتلون قرية الإمام غربي شمال قضاء تيكريت بحسب ما أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية مضيفا أن رجل شرطة قتل في الهجوم وأصيب آخر بجرح أضاف الاتحاد الأوروبي الاثنين ستة عشر اسما إلى لائحة المشمولين بالعقوبات على نظام الأسد لتورطهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون في بروكسل إن القائمة الجديدة تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائها في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا لقى ثمانية أشخاص مصرعهم فيما أصيب خمسة عشر آخرون في هجوم نفذته انتحارية في مايدوغوري عاصمة شمال شرق نيجيريا والتي غالبا ما تستهدفها جماعة بوكو حرام فجرت الانتحارية نفسها في مسجد عند الخامسة والنصف صباحا عقب صلاة الفجر بحسب ما أعلن المسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ هدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باكري باستهداف القواعد والقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة إذا تم تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة وأكد باكري في كلمة له في مدينة مشهد أن قيام الأمريكيين بالمساواة بين حرس الثورة والمجموعات الإرهابية مع فرض عقوبات مشابهة يعد مجازفة كبيرة لأمريكا وقواعدها العسكرية بدأت الجولة الأولى من المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال مبعوثون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إن الوقت قد حان لمناقشة التفاصيل إلا أن الخلافات داخل الحكومة البريطانية حول شروط الخروج قد تعرق العملية شكرا شكرا